أخيراً هناك ضوء في نهاية النفق بعد التلقي البريطانيين أخباراً صار هذا الأسبوع بالموافقة على أول لقاح لفيروس كورونا لكن لا يزال الطريق طويلاً حتى ينتهي هذا الوباء بوريس جونسون أكد خلال مساءلة مع عامة الشعب أن لدى حكومته خطة للخروج بأمان قدر الإمكان من أزمة كورونا بلقاح والالتزام بإرشادات منع نقل العدوى المجموعة الأولى التي نريد تطعيمها ستكون من كبار السن الذين يعانون من ضعف شديد لذا فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانين عاماً سيحظون بالأولوية بالإضافة إلى العاملين في دور الرعاية وموظفي الصحة الوطنية مجموعة العمل المكلفة بالتلقيح تحت إشراف وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية أوصت بحصول المعرضين للخطر من كبار السن والعاملين في القطاعات الصحية على أول جرعات من اللقاح قبل توسيع عملية التطعيم نظراً لكميات الإنتاج المحدودة وتحديات نقل وتخزين لقاح فايزر بايونتك أنا واثق من أنه ستكون لدينا ثمانمائة ألف جرعة من اللقاح متاحة عند بداية برنامج التطعيم في المستشفيات وعند طرح اللقاحات على نطاق واسع ستكون هنا بالطبع مراكز تطعيم سيتم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد ويجب أن يشعر الناس بالثقة بشأن هذا اللقاح الدفعة الأولى من اللقاح فايزر بايونتك وصلت الأراضي البريطانية من مختبر الشركة في بلجيكا ويجري توزيعها على خمسين مستشفى لبدء أكبر عملية تلقيح تشهد البلاد بانتظار الموافقة على لقاحات أخرى مستشفى الكلية الجامعية يوسييل من بين سبعة مستشفيات في العاصمة البريطانية سيشرف على التلقيح في مرحلته الأولى قبل توسيع حملة التطعيم لسيطرة على الجائحة في أكثر البلدان الأوروبية تضررا منها مصطفى زارو العربية لندن